بسم الله الرحمن الرحيم نتابع درس تطور النموذج الذري وصلنا إلى نموذج راذرفورد قام راذرفورد بإجراء تجربته الشهيرة على رقاقة الذهب والتي سميت باسمه تجربة راذرفورد أو تجربة رقاقة الذهب أولا تركيب الجهاز لاحظ عندي يتركب الجهاز من مصدر مشع يشع جسيمات ألفة محاط بصفائح من الرصاص حتى لا تتسر بالأشعة وأمامه حاجز شبه دائري مغطى بكبرتيد الخرسين ليكشف اصطدام أو جسيمات ألفة بهذا الحاجز وأخيرا رقاقة ذهبية أو صفيحة ذهبية وكما تعلمون أن جسيمات ألفة هي جسيمات موجبة الشحنة ويرمز لها بالرمز ألفة لاحظ عندي التجربة تنطلق جسيمات ألفة من المصدر مشع من خلال ثقوب في ألواح الرصاص بتجاج الرقاقة الذهبية لاحظ عندي معظم جسيمات ألفة تخترق هذه الصفيحة والقليل ينحرف يسار ويمين الصفيحة والبعض يرتد إلى الخلف لاحظ عندي بشكل أوضح معظم جسيمات ألفة اخترقت هذه الصفيحة والقليل انحرف يمين ويسار والقليل جدا ارتد إلى الخلف المشاهدة أولا معظم دقائق ألفة اخترقت صفيحة الذهب ثانيا القليل من دقائق ألفة انحرفت عند اختراق الصفيحة يمين ويسار وثالثا القليل جدا من دقائق ألفة ارتد إلى الخلف استنتاجات أو فروض راذرفورد بما أن معظم دقائق ألفة اخترقت صفيحة الذهب لاحظ عندي هذا يعني انظر إلى هذا الرسم هذا يعني أن معظم الضرة فراغ ثانيا القليل من دقائق ألفا انحرفت ألفة موجبة الشحنة فلابد أنها اقتربت من شيء موجبة الشحنة وهو النواه إذن شحنة النواه موجبة ثالثا تتركز كتلة تذرة في النواه وذلك الارتداد بعض دقائق ألف رابعا الظرة تشبه المجموعة الشمسية لاحظ عندي خامسا يوجد بالذرة نوعان من الشحنات النواه موجبة والإلكترونات سالبة الشحنة سادسا تدور الإلكترونات في مدرات خاصة حلو النواه لاحظ عندي مدرات الإلكترونات مدرات خاصة سابعا يرجع سبب ثبات النموذج الظرة أن الإلكترونات تقعد تحت أثير قوتين أولا قوة جذب النواه للداخل النواه موجبة والإلكترونات سالبة فتجذبها للداخل ثانيا قوة الطرد المركزي للخارج بسبب دوران الإلكترونات عيوب نموذج راذرفورد العيب الأول تفسير سبب استقرار النواه لاحظ عندي مكونات النواه النواه تتكون من بروتونات لاحظة اللون الأزرق وهذه البروتونات هي موجبة الشحنة فلماذا لا تتنافر مع بعضها وكيف تحافظ النواه على استقرارها فلابد من وجود قوة تجذب مكونات النواه مع بعضها البعض وهي وهي أكبر من قوة التنافر الكهربائي بين البروتونات العيب الثاني استقرار الإلكترونات في المدارات من المعلوم أن الإلكترون سالب الشحنة وهو يدور في مداراته حول النواه فلابد أن يشع طاقة كيف يحافظ الإلكترون على طاقته في المدار وكيف لا ينجذب باتجاه النواه النواه موجبة وهو سالب الشحنة لماذا لا تقل طاقة الإلكترون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته